شارك سكان قرية العجميين في محافظة الفيوم في تشييع جثمان الجندي عبدالله رمضان العرشي الذي لقي حتفه خلال المناوشات بين القوات المصرية والإسرائيلية عند معبر رفح الحدودي مصاب هذه الأسرة ودموع الوالد خلقت حالة حزن بين سكان القرية الذين شاركوا في تشييع الجندي الرحل أنا أعرف أن ابني شهيد فضل وطن بس ويقول لي يا عم أنا إن شاء الله بإذن الله آخر أجزلية وهسلم إن شاء الله بإذن الله ويطلع من الجيش وأخلص وأخذ الشهادة وهو أخذ الشهادة وجلنا المئات ممن قدموا العزاء عبروا عن غضبهم واستيائهم من هذا الحادث مؤكدين دعمهم الكامل للجيش المصري مقدرين خطورة وحساسية المشهد الحالي الناس تصبر شوية كجيش بتحب تصرف بحكمة جامدة جدا الحرب مش هوين الحرب مش ساهل حرب صعب أطفال بتموت وحرين بتيتيتم السنوات الماضية شهدت عددا من الحوادث المشابهة سقط فيها ضحايا من الجانبين لكن السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من المعبر واستمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة قد يزيدان من حدة التوتر الحدودي والسياسي بين بلدين نجحا في عقد اتفاقية سلام خفضت من حدة الحرب في المنطقة لأكثر من أربعة عقود أحمد عثمان الحدث من قرية العجمين محافظة الفيوم ترجمة نانسي قنقر